بسم الله الرحمن الرحيم أو المؤمنين بالله أو المشركين به مدى عظمة وقدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه والإعجاز الذي وضعه بداخلنا فمثلا عنصر الحديد واللي يعتبر من العناصر المهمة في جسم الإنسان ومنذ ولادته بل يعتبر من أهم العناصر ونقص هذا العنصر في جسم الإنسان قد يتسبب كثير من الأمراض والأعراض الجانبية ففي الآونة الأخيرة اكتشف العلماء والأطباء أن حليب الأم خالي من عنصر الحديد يعني أن الأم المرضع عندما ترضع ابنها فأن حليبها هذا الذي يتغذى عليه صغيرها لا يحتوي على عنصر الحديد فكيف للرضيع الصغير أن ينمو ويتغذى مدة طويلة من الأشهر بلا مادة الحديد واللي يعتبر هذه المادة مركز النمو الصحة وخصوص النمو الأعضاء الحيوية والحساسة فطبعا هذا الشيء حير العلماء والأطباء لأهمية عنصر الحديد في النمو فقرروا إجراء فحص على الكثير من النساء فاكتشفوا أن كل النساء لا يحتوي حليبهن على عنصر الحديد فبدأوا يتساءلون كيف للطفل أن ينمو بدون هذا العنصر المهم والحيوي وبعد سنوات من الدراسات والبحوث الطبية اكتشفوا العلماء أن الطفل الرضيع لا يمكن يعطاه عنصر الحديد وهذا بسبب أن الحالة الهضمية عند الأطفال الرضاع ما تسمح بإعطاهم مادة الحديد أو عنصر الحديد وبنفس الوقت الأم المرضع بحاجة أكثر لعنصر الحديد في جسم المرأة المرضع لتعويض فقر الدم اللي تولد عندها أثناء الحمل فسبحان الله الذي يعطى كل شيء بقدر فمن ناحية الطفل الطفل ما عد الصحة الكافية لهضم عنصر الحديد ومن ناحية الأم فإن الأم بهاي الفترة هي تحتاج عنصر الحديد إذن بقى السؤال شلون ينمو الطفل بدون عنصر الحديد وكيف يصل عنصر الحديد إلى الطفل إذا كان الطفل لا يتغذى إلا على حليب الأم فقط وحليب الأم كما عرفنا فإنه خالي من عنصر الحديد ثم اكتشف العلماء أخيرا أن الله سبحانه وتعالى قد وضع عنصر الحديد داخل جسم الطفل أي أنه داخل الطحال الموجود بالرضيع فقد جعل الله سبحانه وتعالى طحال الطفل تكون مخزون لعنصر الحديد وهو في بطن أمه واكتشف العلماء أيضا أن عنصر الحديد الذي جمع داخل طحال الطفل يكفي الطفل لمدة سنتين واكتشفوا أيضا أن المخزون داخل طحال الطفل هو ما يحتاجه الطفل بشكل دقيق دون أي إفراط سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم إنه الحق أولم يكفي بربك إنه على كل شيء شهيد صدق الله العلي العظيم سبحان الله الذي لا ينسى من ذكره والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته